هذا ودعى رئيس كتلة الفتحة النيافية محمد سالم الغبان رئيس الوزراء المكلف الى الالتزام بالمبادئ التي اتفقت عليها الكتلة السياسية معه وبشكل مصطر مع الجميع فيما ذكره بمصير رئيس الوزراء المكلف السابق عبنان الزرفي وقال الغبان في تغريدة على تويتر رفضنا الزرفي لانه جاء من خلال آلية مرفوضة مخالفة للدستور والأعراف السياسية واضاف ان الرئيس المكلف الحالي جاء بتوافق الكتلة السياسية ليس لانه الافضل ولا بفوزه في الانتخابات وانما مخرجا وحلا للازمة داعيا اياه الى الالتزام بالمبادئ التي اتفقت عليها الكتلة السياسية معه وبشكل مصطر مع الجميع